تتصدر البصرة محافظات العراق بعدد الإصابات المسجلة بأمراض السرطان حيث بلغ معدلها الشهري عام 2020 نسبا كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية ما ينذر بكارثة صحية خطيرة جنوبي البلاد وتفيد الإحصاءات الحكومية بأن أكثر من 25 ألف إصابة بالسرطان مسجلة في البصرة حتى الآن أغلبها بسبب مخلفات الحرب وبعض أنواع الذخائر والأسلحة التي استخدمت خلال غزو العراق عام 2003 ولوثت البيئة بعنصر اليورانيوم وغير الحقيقة هذا نوع من الأجزاء من اليورانيوم تم وضحها في رؤوس الصواريخ التي تضرب العجلات العسكرية والغرض من عدها حتى نكون أمينين هو ليس تلويث المنطقة أو العجلة بقدر ما تسهيل عملية اختراق العجلة العسكرية أو المنشأة الحكومية التي يراد ضربها وللأسف الشديد قوات التحالف وعلى رئيسها الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه الأسلحة المحظورة منذ عام 1991 إلى عام 2003 في الضربات المتكررة على البلد في البصرة وخاصة في المناطق العشوائية الملاسقة للمواقع التي تتكدس فيها المخلفات الحربية والنفايات المشعة غربي المحافظة تعيش الأسر الكارثة بأقسى صورها حيث لا تخلو أي منها من حالة مصابة بإحدى الأمراض السرطانية أزجي الشي اللي صار تأثير من ما استفاديا من الزراعة من وراء هاي النار الشعلات لأنه هالثرثار النفوط اللي العازلات أمرار ما تلحق إذا علوهن لو عطلت العازلات دائما النفط الخام يجي يطيع على الزراعة مالتنا ويجي وفيد لا واحد ولا اثنين وأخذه بالمختبرات يقول هذا التمر والرطب ما يفيد أي شيء حتى للمواشي ما يفيد الأكل ماله لأنه متلوث كذلك تلعب مصاف النفط ومخلفاتها في البصرة إلى جانب اليورانيوم دورا كبيرا في تفاقم عدد الإصابات بالسرطان حيث باتت جميع المزروعات تشكل تهديدا كبيرا لحياة الأهالي في ظل إهمال وفشل حكومي كبيرا والأبخرة الموجودة ليس شرط بس الشعلات يعني ليس بس النار والدخان أكو أبخرة تتصاعد ويهات والأبخرة تتساقط على شكل مطر مثل المطر تتساقط على المزروعات على الحدائق على الملابس على السيارات فهذه إلى تأثير قوي كل شيء بالنسبة على المناطق هاي مالتنا نهران عمر لاشدنا عدة ملاشدات وكتب رسمية لشركة نفط الجنوب والمحافظة وإلى رأس الوزراء ووزارة النفط ماكو أي نتيجة يعني وباتت البصرة مركزا للتلوث الإشعاعي والنفطي الذي ألقى بضلاله على الأهالي بالأمراض الخبيثة وعلى رأسها السرطان وسط تحذيرات من وصول أعداد الإصابات سنويا بحلول عام 2025 إلى أكثر من 3000 إصابة يشكل الأطفال فيها الحصة الأكبر اشتركوا في القناة